بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة الرياضيات لدينا درس جديد وهو بعنوان الأشكال الثلاثية الأبعاد لدي فكرة الدرس سوف أتعرف الأشكال الثلاثية الأبعاد ومخططاتها وأصفها إذن أيضا يا مبدعات سوف نتعرف على الشكل الثلاثي الأبعاد والوجه والحرف والرأس والمنشور الثلاثي والمنشور الرباعي والهرم الثلاثي والمخطط إذن لدي استعيد يمثل الصندوق المجاور شكلا ثلاثي الأبعاد والشكل الثلاثي الأبعاد هو مجسم له طول وعرض وارتفاع إذن الشكل الثلاثي الأبعاد هو مجسم له طول وعرض وارتفاع وأيضا يا مبدعات سوف وأيضا لدينا يا عزيزاتي مسميات خاصة بالأشكال الثلاثية الأبعاد المسمى الأول الوجه وهو سطح مستوي ننظر للشكل يا مبدعات يسمى هذا وجه أيضا يا مبدعات يسمى هذا وجه وأيضا يا عزيزاتي يسمى هذا وجه وأيضا يا مبدعات يسمى هذا وجه وأيضا في الخلف يا مبدعات يسمى هذا وجه وأيضا في الأسفل يا عزيزاتي يسمى وجه إذن الوجه يا مبدعات هو سطح مستوي أيضا يا مبدعات يجتقي وجهان في حرف إذن الحرف كل وجهان يا مبدعات يلتقيان في حرف لدي هذا يا مبدعات وج ولدي أيضا هذا يا عزيزاتي وج إذن يلتقي بينهم حرف إذن هذا يسمى حرف وأيضا يا مبدعات يسمى حرف وأيضا هذا يا عزيزاتي يسمى حرف وأيضا يا مبدعات يوجد هنا حرف وأيضا يا عزيزاتي يوجد هنا حرف وأيضا يا مبدعات يوجد هنا حرف وأيضا هنا يوجد حرف وفي الخلف يوجد حرف وفي الأسفل أيضا يا مبدعات يوجد حرف إذن يلتقي وجهان في حرف أيضا يا مبدعات تلتقي ثلاثة أوجه أو أكثر في الرأس لدي وجه يا مبدعات ويوجد هنا وجه وأيضاً يوجد هنا وجه إذن يسمى هذا يا مبدعات بالرأس أيضاً هنا يوجد رأس أيضاً هنا يوجد رأس يا مبدعات أيضاً هنا يوجد رأس أيضاً يا عزيزاتي يوجد رأس أيضاً هنا يا مبدعات يوجد رأس أيضاً وفي الخلف أيضاً يوجد هنا رأس إذن تلتقي ثلاثة أوجه أو أكثر في رأس أيضاً يا مبدعات لدي مفهوم أساسي الأشكال الثلاثية الأبعاد لدي الشكل الأول يسمى بمكعب الشكل الثاني يا مبدعات يسمى بمنشور ثلاثي لماذا منشور ثلاثي؟ لأن قاعدته على شكل مثلث قاعدته يا مبدعات على شكل مثلث أيضاً لدي مبدعات منشور رباعي لماذا سمي منشور رباعي؟ لأن قاعدته عبارة عن شكل رباعي إذن سمي بمنشور رباعي أيضاً لدي أسطوانة يا مبدعات لماذا سميت بالأسطوانة؟ لأن قاعدته عبارة عن دائرتين قاعدته يا مبدعات عبارة عن دائرتين أيضاً لدي هذا الشكل جداً سهل الكرة وأيضاً لدي هرم ثلاثي لأن له قاعدة واحدة وأيضاً لدي الشكل يا مبدعات مخروض وهو له قاعدة واحدة عبارة عن دائرة واضح لكم يا مبدعات الأشكال الثلاثية الأبعاد إذن لدي المثال المثال الأول يا عزيزاتي اذكري عدد الأوجه والأحرف والرؤوس في صندوق الهدية وما اسم هذا الشكل؟ يلا يا مبدعات عدد الأوجه لدي واحد اثنان ثلاثة إذن ثلاثة في الخلف واحد وأيضاً هنا واحد وفي الأسفل واحد إذن عدد الوجوه يا مبدعات ستة أحسنتم إذن هذا الشكل له ستة أوجه طيب يا مبدعات أيضاً طلب مني في السؤال أذكري عدد الأحرف كم عدد الأحرف يا مبدعات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وفي الأسفل تسعة عشرة وفي الأسفل واحد اثنى عشر إذن عدد الأوجه يا مبدعات اثنى إذن عدد الأحرف اثنى عشر طيب يا عزيزاتي كم عدد الرؤوس؟ أيضاً طلب مني يا مبدعات عدد الرؤوس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أيضاً يا مبدعات خمسة وفي الخلف واحد خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عدد الرؤوس ثمانية وله ستة أوجه واثنى عشر حرفاً طيب يا مبدعات ماذا يسمى؟ ما هذا الشكل؟ يسمى بماذا؟ أحسنتم بمنشور رباعي واضح يا عزيزاتي؟ إذن أنتقل أيضاً يا مبدعات إلى فقرة تدرب لدي فقرة تأكد يا مبدعات؟ لدي فقرة تأكد يا مبدعات؟ هل لديه يا عزيزاتي أوجه؟ أحسنتم لا يوجد له أوجه؟ هل يوجد له أحرف؟ لا يوجد له أحرف هل يوجد له رؤوس؟ أيضاً لا يوجد له رؤوس إذن ما هذا الشكل يا مبدعات؟ أحسنتم شكل الكرة أحسنتم يا مبدعات أيضاً المثال الثاني طلب مني يا مبدعات حدد عدد الأوجه يلا يا عزيزاتي الوجه الأول الوجه الثاني الوجه الثالث الرابع الخامس إذن عدد الأوجه خمسة أحسنتم وعدد الأحرف وعدد الأحرف يا مبدعات واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة يا مبدعات خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة إذن عدد الأحرف تسعة أحسنتم يا مبدعات وعدد الرؤوس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عدد الرؤوس ستة أحسنتم يا مبدعات إذن ماذا يسمى هذا الشكل أحسنتم يا عزيزاتي يسمى بمنشور ثلاثي أيضا يا مبدعات لدي مثال ثلاثة كم عدد الأوجه يا مبدعات واحد اثنان إذن عدد الأوجه اثنان طيب يا مبدعات هل هذا الشكل لديه أحرف لا أحسنتم ليس له أحرف وهل لديه رؤوس أيضا ليس لديه رؤوس إذن ماذا يسمى هذا الشكل بالإصطوانة أحسنتم يا مبدعات بارك الله فيكم جميعا إذن شكرا لكم يا مبدعات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته